أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأهلي خط أحمر نتمنى تكون حلقة ممتعة كالعادة أهلا بك يا وسامي أهلا بك فارس وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ويتجدد اللقاء ليلة السبت مع الأهلي خط أحمر عندنا في الحلقة أمور كتير جدا محتاجين نتكلم فيها ولكن كالعادة الأهلي خط أحمر أول شيء دايما بنتكلم فيه هو ما يخص النادي الأهلي النادي الأهلي كان خسر بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة ربما ألقت البعض على النادي الأهلي ولكن هنا في النادي الأهلي خط أحمر ودينا الخسارة حقها وأهميتها وقلنا ما ينفعش نتعامل معها أن هي حدث عادي ولكن في نفس الوقت وفي نفس المكان قلنا لكم أن النادي الأهلي بقيمته باللاعبين الموجودين فيه بمستر مارسل كولر وهو مدرب اختبرنا قدرته على تجاوز الأزمات بدعم الجمهور وإدارة النادي الأهلي أكيد اللي هي بتتمنى أن النادي الأهلي حقق موسم على مستوى الموسم الماضي قلنا أن النادي الأهلي قادر يرجع وأنا مع الفريق ده شفت قدرة النادي الأهلي على العودة فيما بعد الخسارة من سندونز بخماسية الوضع كان صعب البعض أعتقد أن النادي الأهلي حيسلم ويرمي الفوطة ولكن بعد ما نال النادي الأهلي وقتها ربما يعني الصدمة الكهربائية أو فكرة الدوش أو فكرة يعني أن أنت فوق رجع النادي الأهلي وفاء النادي الأهلي وأنهى النادي الأهلي البطولة بطلا لأفريقيا هكذا بعد مباراة السوبر كان لدي قناعة تمة أن النادي الأهلي قادر على تدارك الأمور وأن النادي الأهلي لديه فريق قوي ومميز ومش حيفرط في حاجة ربما كان لسان مستر مارسي الكولر أن على أحدهم أن يدفع ضريبة الخسارة أمام التحاد العاصمة وعلى أحدهم أنه هو يعني ينال رد فعل النادي الأهلي شفنا رد الفعل في المباراة المصري ويعني قول اللي أنت عايزه سرك فنون الكورة جمال ودلال كل شيء أنت عايز تشوفه شفته في المباراة المصري وأنا بقول دي من أمتع المباراة اللي شفتها للنادي الأهلي مع مارسي الكولر قصاد فريق أنا بقول لكم مش بالسهل والبعض اللي قيم الأمور بشكل سطحي وتحدث عن أن النادي المصري فريق سهل أنا بقول لك للنادي المصري بالصفقات اللي جابها والانتدابات اللي جابها ومن أفضل الانتدابات للفرق السنادي ولا علي ماهر كمدرب ولا التركيبة دي كانت تقول إن النتيجة دي تحصل ولكن هي ردت فعل البطل أمام فريق أنا بقول لكم مش بالسهل ولكن النادي الأهلي هو الفريق الأصعب هو الفريق اللي لما تختبر كبرياءه لازم حتدفع التمن ودفع النادي المصري السمن في مباراة شفنا فيها من فنون الكرة الكثير ومن ردة الفعل والروح والإرادة والرغبة في الملعب الكثير وأعتقد يا أسامة يعني الجمهور اللي كان قلق بعد السوبر اتطمن لما شاف النادي الأهلي بردة الفعل دي أصاد المصري مش على مستوى الدورة والنتيجة ولكن على مستوى الشخصية وعشان كده النادي الأهلي مختلف في فرسو وعشان كده جمهوري النادي الأهلي حتى سمتها مختلفة في التعامل مع الإخفاق بتكون بشدة كبيرة جدا وربما يكون النقد لازع جدا ولكن ده طبيعة جمهوري النادي الأهلي اللي قلت تانى مرارا وتكرارا هنا من خلال البرنامج إن على الجميع إنه هو يتحمل هذه الضريبة فكرة إنه أنت دايما لازم تكون رقم واحد فكرة إنه أنت دايما احتمالات الفوز الخسارة لهزيمة تعادل مش هل احتمالات الأمثل أنت يا فوز يا فوز وبالتالي ده صعب جدا قاسي جدا ولكن بيخليك قادر إنه أنت تحافظ على القمة اللي هي أصعب بكتير من الوصول لها لما بتتهزم في بطولة أو بتخسر بطولة دواري جدا لأن دي كرة قدم محدش بيدمن الفوز قبل ما ينزل واللي بيدمن الفوز قبل ما بينزل بيخسر وده اللي حصل فيه مباراة السوبر الأفريقي كلنا كنا عندنا استعداد للاحتفال بالبطولة الفوارق الفنية كبيرة جدا الفوارق الجمهرية على أرض الملعب ما فيش أدنى مقارنة الملعب كأنك بتلعب في القاهرة فكل ده كان عامل حالة من الراحة النفسية ولكن ظروف المباراة ما خدمتش مع قصة ردة الفعل جات متأخر فيه المباراة مع طبعا الأخطاء التحكمية اللي حصلت فطبعا كان لازم إنه أنت تصلح جمهيرك ومصالحة جمهيرك مش فكرة أن انت تفوز في المباراة في الدوري لا فكرة أن انت توصل رسالة جمهيرك أيوة أنا المستوى الفني اللي ظهرت بيه ده مش هو المستوى بتاعي ويمكن تلعنا هنا وقلنا أنا مش هلقان من المستوى الفني ولا الآن على الإطلاق من السكواد اللي عندك لأن انت بالفعل عندك أفضل سكواد في كارة أفريقيا ويسيبك من أي حد يقولك أن فيه أندية أخرى عندها أفضل سكواد الأندية الأخرى بنشوفها على أرض الواقع ومش هنحكم من أول جولة لكن أيضا بعيد آه عندها سكواد جيد الحقيقة لكن سكواد النادي الآلي هو الأفضل هو الأكثر تناغما هو الأكثر تكاملا هو الأكثر خبرة بتحيي البطولات ودي بيدفع فيها مش فلوس دي بيدفع فيها تاريخ فمحدش هيقدر يدفع التاريخ اللي يخلي سكواده يكون عنده قوة شخصية النادي الآلي عشان كده قتردت الفعل مهمة جدا أنها تكون أمام فريق قوي زي فريق المصري البورسعيدي مهمة جدا أن تكون أمام فريق كان في وقت النوقات بيشغل بالك الحسيات والتعامل نفسي داخل أرض الملعب مهمة جدا أنها تكون قدام فريق بيتحفز لك وكأنها مباراة البطولة وده حق كل فريق يواجه النادي الآلي أيضا أمام جهاز ثاني بيقالة كابتن علي ماهر والكابتن علي ماهر البعض بيقول أنت بتزعاله من علي ماهر لا على إطلاق احنا بنشوف أن الكابتن علي ماهر بيكون تركيزه 200% في مباراة النادي الآلي وده حقه الرجل بيحب شغله وبيحب المكان اللي هو بيشتغل فيه وينجح فيه وبالتالي احنا ما عندناش أدنى مشكلة خالص مع علي ماهر ولكن لما بتتغلب على فريق بيقوده علي ماهر فأنت بتتغلب على فريق جايب آخر آخر قدامك في الملعب يعني نخلص كل العداد بتاعه في أرض الملعب 90 دقيقة روح قطالية عالية 90 دقيقة شغل أنا عايز أفوز بالمباراة يمكن برجاءه طبعا بيستعرض لنا أهداف النادي الآلي وعايز أقول لكم أن المباراة قبل الهدف الأول لردى سليم كانت في حتة وبعد مباراة الهدف الأول وبعد تحقيق الأهل الهدف الأول أصبحت في مكانها تانية خالص وده اللي أنا دايما بقوله أنت محتاج هدف مبكر هو طبعا ما كانش مبكر لكن الهدف المبكر لما بيجيلك بيخليك تظهر بقية المباراة بشكل أفضل وده اللي ما حصلش في فرات اتحاد العاصمة الجزائري حرمت من راكل الجزاء في الديئة 16 كانت ممكن تمنحك الأفضلية في وقت أنت كنت مستحوز تماما وضغط الفريق وبين الفريق الفنية في أرض الملعب اتردت عليك لأ هجمة مرتدة فبقيت متأخر في النتيجة أنت النهاردة بدأت كويس بدأت المباراة بشكل جايد جدا قدمت مستوى متميز جدا طمنت الجماهير تاني وعليت سقف التوقعات والطموحات تاني كالعادة عندنا بكرة إن شاء الله بداية مع سان جورج الأثيوبي نتمنى تكون بداية قوية ورسالة لكل فرق القارة إن كبير القارة وسيدها وبطالها الأول وفارسها راجع عشان يحقق بطول الدولي أبطال أفريقيا للعام التاني على التوالي مع هذا المدير الفني مع هذا الاسكواد من اللعبين اللي وفروا النادي الآلي مع جماهير عريضة في ظهر النادي الآلي موجودة في أي مكان النادي الآلي بيروح يلعب فيه وإن شاء الله ده يتحقق على أرض الواقع أكيد يا فارس الدنيا اختلفت تماما والمصالحة كانت سعيدة والربعية كانت متميزة خاصة إن كل هدف له قصة وله حكاية من الجمال أنت مش جايب أهداف لطشة مش جايب أهداف كده أنت جايب هدف تحتار تدي الكريدت فيه للأسست ومستر أسست الجديد إمام عشور ولا للفينش سواء بيرسي تاو أو ريدا سليم والقرارات السريعة وكمان كريم فؤاد اللي راجع من أصبع يعني الأهداف أهداف ممتعة الأداء أداء جيد الشخصية في الملعب متواجدة ما فيش عصبية ما فيش انفعال مباراة فعلا تقدر طول عشرة من عشرة هو ده أسامة اللي كان بالنسبة لي ملفت يعني عادة يا جماعة بعد المباريات اللي بتقع فيها ما بيكونش اللعيبة في الحالة الزهنية دي أسامة بيكلمكوا في جمال الأهداف وإحنا لو بنتفرج يعني شوف الفاجن اللي عند إمام عشور في نقلة الكورة ونقلة الملعب وإن هو يقرأ أن بيرسيتاو يقدر يروح بالشكل ده ويحط في الزمان والمكان المناسب كأن يعني وش رجله أو رجله بيشوف وبتتكلم كان طبعا اللعبة مش سهلة ودي قدرات ودي قيمة فنية موجودة عند إمام عشور لا يمكن أحد ينكرها لو ارتبطت بالالتزام وارتبطت بالتركيز حتشوف أكتر من كده هي دي القعدة وهي دي المعادلة كمان الأهداف كلها أسامة يعني محتاجين طبعا ده عبدالقادر واللعبة دي وكريم فؤاد يعني حنوقف أكيد عند اللاعبين وعند كل هدف لكن عند الأهداف مهم هنوقف عند هدف الهدف كل أسست جميل يعني أحمد عبدالقادر طبعا مع الخماسي الكتيبة اللي كانت وقفة على الخط في الديها 80 خمسة نازلين يعني كبرتوا الموضوع وعلى يا كولر يعني فبتغير خمس لعبين فبتنازل خمس لعبين تانيين فبتلاقي نفسك بتلعب الأداء ده الهدف ده من 14 تمريرة بدأت من محمد الشناوي يعني مرة تعالى معظم لعبي النادي الآلي وبينتهي بالشكل ده وبالفينيش ده مع لاعب غاب فترة طويلة جدا وبيرجع ويرب يعني يبقى عنه الإصابات وعن كل لعبي الأندية المصرية وتحديدا النادي الآلي ويبدأ يتقلق زي ما بدأ الموسم الماضي فتلاقي القصة مختلفة عبدالقادر بيعمل كعب سلس جدا 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 لو ركز عبدالقادر في الأمور الفنية دي من لمسة واحدة أو من لمستين هيكون في مكانة مختلفة تماما ويخدم الأهل بشكل كبير جدا فينزل كريم فؤاد فيكون قرم ربنا يا فارس أن الحارس يخفق في التعامل مع القرى اتفاجئ بالقرى كان مستمتع والقرى بتتنقل بين أقدام العيب النادي الآلي ترجمة نانسي قنقر